جاهزية حتى لو ما كانش فيها هذا النوع من المعارك بقاله فترة طويلة لكن انا عايزة اسأل دكتور عبدالله المغازي على الجانب السياسي في هذه المسألة يعني حيث عندك جماعات ارهابية اعلنت ولقها لجماعات خارجية اليس من الوارد ان يكون ده نوع من الدعم الخارجي من هذه الجماعات اللي هي استصرخت وتمت مبيعتها بانها هي بتخود هذا النوع ولا انت شايف المسألة دي مش في الكنها طيب يعني خلينا في البداية بنوجه تحية لشهدائنا اللي سقطوا في هذا الحادث هم مفقدين حتى الان لم يعلنوا شهداء التمانية انا اعتقد بصورة كبيرة جدا انه في تحول نوعي كبير جدا في عملية الارهاب ولذلك سعد بازع القوي من بعض المقارنات لما بعض الخبراء يقولك احنا ضحرنا الارهاب في التسعنات وهنضحره الان بنفس الاستراتيجية ده خطأ استراتيجي فادح لان الارهاب بري وبحري في نقلة نوعية كبيرة جدا كتحدثت في الارهاب يمكن كان الدفع الرئيسي في ارهاب التسعنات بنتحدث عن الفقر بنتحدث عن الجهل بنتحدث عن حالة احتقان سياسية لان كان جميع الشرين السياسية مزدودة فبالتالي كان المتنفس هو عن طريق الارهاب والتطرف الديني الان انت تتحدثي عن ممكن يكون حد من الاغنياء متورط تتحدثي عن درجات علمية اسد زد جامعات ولا بعض منهم يعني درجات علمية عالية جدا يمكن لسانس وماجستير ودكتوراه الى خلافه يعني ما بقاش القصة نقول اصلهم بيستغلوا الجهل حالة الاحتقان السياسي من الممكن ان تكون مازال هناك بعض المنوشات السياسية لحد ما لكن هناك اشكاليات كبيرة جدا لان تمويل الارهاب في التسعنات كان بيعتمد بصورة كبيرة على الداخل سرقة محلات الدهب على الداخل لكن انت تتحدثي الان عن نقلة نوعية ان هناك ارهاب دولي يعني بتتحدثي عن تمويل دول ولم تكتفي هذه الدول بمجرد عمليات التمويل وانما ايضا عمليات تدريب من مخابرات بعينها وانا اعتقد اني لما نيجي نحلل كده الامور بناحية سياسية لو تفتكري الحادثة اللي استشهد فيها اكثر من اتنين وثلاثين اللي هي حديثة سيناء الشهيرة اللي اصيب فيها العشرات واستشهد فيها اكثر من اتنين وثلاثين ظابط وصف الظابط وجنود هتلاقي اني بعديها كان هناك اشارة قوية ايوة كان هناك اشارة قوية جدا من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بان هناك جهات خارجية ليه بقى؟ لان العملية التي تمت زي ما قالت سياد تلواء هي عملية احترافية بامتياز يعني باختصار نحن نتحدث عن اناس عارفين معهم خرايط اقمر صناعية وده الجديد في هذا الامر يعني باختصار في حد بيساعدهم مش بمجرد السلاح مش بمجرد الاموال لا في دعم لوجستي في دعم لوجستي عالي المستوى ولما يتحدث رئيس يعني كان له خلفية مخابراتية عالية وكان رئيس للمخابرات الحربية اذا هو بيشير لامر بعينه ثم شوف القمة السلاسية التي اعقبت هذا الحادث وهي قمة مصر وكبرس واليونان فهذه هي اشارة واضحة انت بتحاولي تشوفي مين اللي بيوجعك فبتحاولي انك انت توجعي دون ان يكون هناك تصريحا واضحا دي في الامور السياسية لانك انت لحد ما تنتهي التحقيقات بصورة نهائية لا تستطيعي ان تسيري باصبع الاتهام صراحة الى دولة بعينها الا اذا انتهت التحقيقات نهائيا الى هذا الامر شكرا